لا يزال قطاع الكهرباء في العراق مسرحا لتجاذبة سياسية دولية بين اللاعبين الأساسيين المتحكمين بمصيره أمريكا وإيران العد التنازلي لانتهاء الإعفاء الذي منحته واشنطن لبغداد والذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران قد بدأ ذلك مع تأكيد أمريكا للقاظمي ضرورة البحث عن بدائل الاستيراد الطاقة الكهربائية والغاز من السعودية أو دول أخرى لكن لإيران رأي آخر فما إن انتهت زيارة الوفد الحكومي بالعراق إلى السعودية حتى أرسلت طهران وفدا فيه وزير الطاقة الإيراني رضا أرد كنيان على وجه السرعة إلى بغداد أرد كنيان أكد في زيارته استعداد طهران لتوسيع شبكات الكهرباء في العراق في وقت تشير مصادر سياسية إلى أن إيران ستقدم أسعارا تنافسية لمنع أي صفقة يوقعها العراق مع السعودية تفقدها شريانا حيويا لاقتصادها الذي أرهقته العقوبات الأمريكية على الجانب الآخر تقول مصادر في حكومة الكاظمي إن الأخير ليس ملزما بالتصريحات التي أكد فيها للجانب الإيراني ساياه تطوير التعاون الخارجي مع طهران بل يمكن أن يقرر ما قد يخالفها خصوصا مع تزامن زيارة الوفد الإيراني مع وصول وفد آخر أمريكي لبغداد لبدء مفاوضات بشأن مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن خطوة إذا ما قم بها الكاظمي حقا ستغني العراق عن انفاق مليارات الدولارات سنويا للشراء الكهرباء والغاز اللازم لتوليدها من إيران وتمثل في المقام الثاني اختبارا للكاظمي ولحكومته على مستوى تقرير مستقبل علاقة العراق بإيران التي وعد في وقت سابق بتحجيمها وهو اختبار لطالما فشل به أسلافه ما أبقى العراق رهينا للظلمة والفقر في سبيل خدمة مصالح الخارج